مع السيدة أمهاني السلام عليكم يا فضلك الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حضرتك ربنا يبارك لك يا رب وصلح حالك يا رب العالمين أنا وانت يا رب يقبر بخطرك أنا عندي سؤالين مش هتقل على حضرتك كلمتين ونص بس آبد المستقل لي ولا حاجة الحاج متوفي بقاله شهرين الله يرحم فأنا ما بقرقش من البيت يعني أنا ستة كبيرة من الزغيرة فبرضو إيه يعني بقرأ في المصحف الآية بتقول لك أربحة شهر وعشر تيام آي وست فأنا ما بخرقش خالص من البيت يعني آه عملنا ابني عمل للورق والحاجة والحمد لله فأنا ما بخرقش أقول لحضرتك على السؤال ده السؤال الثاني آي والسؤال الثاني أنا عندي يعني ثلاث أولاد وعندي ثلاث عيال أيتام أولاد بنتي طيب يعني عندك ثلاث أحفاد يعني عن ثلاث أحفاد آه وعندي إيه لهم ثلاث يعني خلات وخال طيب ماشي فالأحفاد ربتهم تربية على مستوى نظيف وشهادات الحمد لله وزي الفل الحمد لله فعندي واحد من عيالي يعني ظروفه على عدة طيب يعني أبا يشتغل والحمد لله طيب بس أنا لما بيكلمني من صوته ببعرف أن هو إيه آه مزنوق ما فعامني كده حضرتك حشان ما عيالي وانت واضح أن انت ربتهم كمان على العفة أنه ما حدش يطلب ولا حاجة ربنا عيني فأقوله أنت محتاج حاجة أقوله الحمد لله فأنا بحس بيه طيب قوليلي عايزة تسأليني ينفع تديله حاجة من دول البقين آيو أجاوبك حاجة مهاني أول سؤالي حاجة مهاني ببساطة خالص ربنا يهنيك أنت وأولادك وإن شاء الله يجعل زوج حضرتك الكريم إن شاء الله في فسيح الجنة ويوسع له في قبر وإن شاء الله يجعله في النعيم أول حاجة حاجة مهاني أنت يجوز لك إن أنت تخرجي من البيت بس ما يجوزش لك إن أنت تسافري يجوز لك إن أنت تخرجي وتباتي في البيت في البيت اللي توفى عنك زوجك يعني يجوز إن أنت تروحي تزوري أولادك وترجع بس أمعة تباتي في البيت اللي توفى عنك زوجك فيه هي المسألة إن أنت ما تسافريش في الأربعة Atlanta 10 دي وكمان تتجنبي كل أشكال الزينة الشديدة ولكن أنت ما تخرجيش الأربعة تشر وعشر لا يجوز لكن أنت تخرجي ولكن تبيتي في هذا البيت يعني ما نفعش تخرجي وتباتي عند بنتك لا لازم ترجعي وتباتي في بيتك واضح؟ ده السؤال الأولان السؤال الثاني آه يجوز أنت تدي لابنك اللي محتاج وده ما فيه إسم ولا فيه حرام ولا فيه أي مخالفة شرعية أنت بتتصرفي في مالك في حال حياتك وده جائز وليس فيه شبهة لأن ده مالك وأنت تملكيه ملكا تاما وأنت كاملة الأهله فيجوز لكن أنت تتصرفي بشكل حر فتعطي لابنك ده خاصة لو كان عنده حاجة فده مش هيكون فيه أي نوع من أنواع الحر نعم